اشتركوا في القناة بش متسبب فيها جهة داخلية ولا جهة خارجية معناها بعينها فان كيفاش يعني واحنا قاعد نشوف اللي ديما معناها الخصوم السياسيين يحاولوا كل حاجة تصير يحاول بش يكل الحدث لديك يحملوا لجهة المقابلة بش يستفيد معناها النبه النبه ثلاثة حاجات سوفيان مش قولها ثلاثة حاجات مهمة فما الجوز اسباب في تونس معناها ينجموا يؤديوا الى سقوط الدولة الدولة فيها اربعة ركاز اساسية عندك الشعب الارض السلاح والميزانية الناس اللي قاعد التونس في الاقتصاد الموازي اللي ثلاثة اربعة سنين تالي كانوا في تقريبا اربعين في المياه من الاقتصاد تحت تونس اليوم الماناها التقديرات تقول بعد عامين ثلاثة سنين وخنين بش يوصل بش يتجاوزوا سبعين في المياه نون كذا قاعد يهزنا سقوط الدولة ونفتح قوسونية اللي الناس هذو ما فهموا مساجة عالدولة بعض الاقافات اللي صارت لكن موريناهمش اثنية شنوهمش يعملوا معنا ايجا انا ايجا هاي المادة دي نجم دخلها والحاجة دي من الماكلة ما تجمش دخلها لما تعديها المراقبة وكذا هاش نجم تعدي ببر بيرسون هاش نجم تعدي بالاسبوع معناها مصارش الاجابة بتاعها العنصر الثاني اللي هو ينجم يسقط الدولة هو كيف كيف المحسوبية فما الناس يعطينهم عنوان تعيجية هوية معناها فما شكون يحمل مسؤولية للجاه معينة اللي هي دغولت من استقلال الطوة وهي مسيطرة على اجهزة الدولة بالمسؤولين التاعها بالوزراء بالصفراء بالكتاب الدولة بالمدير العامي نحن نحكي مع واحد من التطوين. كنتو شو بكم سكرتو على البيترور قالي اه احنا عنا هالفين مدين عام في تونس اشترهم من جهة معينة. دونك اشتفهم والعقلية متاع التونس. دونك معنها العنصر الثاني نعاود نأكد لي هو مهوش كما يتصوروا الناس جهوي هو محسوبية معنها فمع اه مجموعات مش ما نقولش لوبيات خلت كل ما بنحبهش هذا. نوبيات ولا مجموعات بتاع نفوذ معنها سيبدو جروب دان في نوس. ولا ونهم ولا مبيات. عينو في اشخاص ربما من اقربهم ولا من الجهة بتاعهم لكن الجهات اللي الجهة اللي يحكيوا عليها التونسة ما هيش قاعدة مستم معناها معنها عندي زفونتاج بستثناء ماليينة مدينة جميلة وكذا الباقي كل ما الميزيريا ضربها. ما يتحملش المسؤولية الجهة هذية ما عندها حتى دخل حتى مش نوصلوا واحنا نقولهم لا معاش نشغلوهم سواق ومعاش كذا الموضوع ده يا رو خطأ. دونك زوز اسباب ينجموا يقديوا الى سقوط الدولة. شنو الحل متاع زوز السباب هذو ما؟ نجم رئاسة الجمهورية بالتعاون مع منظمة الامر المتحدة فما جريزيز جروب عملوا تجربة في السابق مع بعض بلدان اخرين عندهم مشاكل النوع ده. ما يعني تقعد الاربعة وعشرين ولاية يكونوا مثليين باش يشوفوا ما يعني حلول الاقتصادية مبعادهم وهكاك نقصوا من الاسباب بتاعتها. العنصر الثالث المهم اللي هو هذنة مش سقوط الدولة هذنة الحرب اهلية. العنصر الثالث هو تحميل مسؤولية الى جهة داخلية في معناها قتل او موت العشرات وجرح المئات. الكلماليك